اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وساوز هامبتون الى دور السمانية في كأس كارابو وكانت قرأة نهاية كأس كارابو اصفرت في الاتي عن المباريات الاتية فتتنهم هيواجه فريق منشستر يونيتد وارسنال هيواجه فريق كريستال بالاس ونيو كاسل يونيتد هيواجه فريق برينتفورد وساوز هامبتون هيواجه فريق لبربول يشار الى الدور ربع النهائي من كأس كارابو يقام بنظام المباراة الوحدة وتقام مباراة الدور الثمانية في كأس كارابو خلال الاسبوع الذي يبدأ بسبعتاشر ديسمبر بحسب ما كشف حساب المسابقة الرسمي على موقع اكس او تويتر سابقا طبعا كلنا نعلم ان فريق توتنهام كان اقصى فريق منشستر سيتي في مباراة بالامس بعد الفوز عليه بنتيجة اثنين واحد وكان فريق ليفربول اقصى فريق برايتون بعد نهاية المباراة بنتيجة ثلاثة اثنين في مباراة شارك فيها النجم محمد صلاح لمدة عشرين دقيقة من عمر المباراة لانه لعب فيه دقيقة سبعين كبديل ولكنه لم يستطيع تزليل اي اهداف في هذه المباراة ولكن فريق فريق توتنهام قدر ان هو يقصي فريق منشستر سيتي بعد نهاية المباراة في وقتها الاصلي بنتيجة اثنين واحد في هدف مباخد في اول المباراة لصالح فريق توتنهام ثم هدف اخر لصالح توتنهام ثم سجل فريق منشستر هدف ولكنه لم يستطيع تكملة المباراة بالفوز وقدر فريق توتنهام ان هو يقصي فريق منشستر سيتي ففي النهاية يا ترى يا هل ترى ايه اللي يحصل فيه الدور القادم دور ربع النهائي من بطولة كأس كرابو الايام اللي جاية هي اللي هتبين من الفرق اللي هتتأهل من التمن فرق دول الى الدور النصف النهائي توقعاتي الشخصية في مباراة توتنهام ومانشستر يونيتد الكفة متوازنة بين الفريقين ولكن كفة مانشستر يونيتد مع فريق بانستر روي المدير الفني الجديد بعد اقالة الانتنهاج كبيرة اما فريق ارسنال وكريستل بلس فالكفة بتروح بنسبة كبيرة لصالح فريق ارسنال ونيو كاسل يونيتد وبرينتفورد بتذهب الكفة لصالح فريق نيو كاسل يونيتد وساوز هامبتون مع فريق ليفربول الكفة بتروح لفريق ليفربول فتوقعاتي الشخصية في التعهل في هذه الدور نصف النهائي هيكون موجود فريق منشستر يونيتد وأرسنال وفريق نيو كاسل يونيتد وفريق ليفربول وستكون مواجهات نارية في الدور نصف النهائي من كاس كارابو ننتظر نشوف مين اللي هيصل في هذا الدور الى الدور نصف النهائي نتمنى التوفيق لنجميناء المصري محمد صلاح في الفترة القادمة مع فريق ليفربول في بطولة كاس كارابو وأيضا في بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكاس الاتحاد الإنجليزي لما تبدأ هذه البطولة ونتمنى أن نجميناء المصري يستمر مع فريق ليفربول لمواسم أكتر وأكتر عشان يحقق العديد من الأرقام القياسية مع فريق ليفربول الفريق الإنجليزي اللي قدر يقصر معاه كتير من الأرقام القياسية وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال إدّي